بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحقيقة معناها لو اعترفنا بالحقيقة هذا فشل آخر لدولة الإسلاميين هذا يوريك أن الإسلاميين حركات عاطفية حركات تقوم على العاطفة والعياط والحس ولكن السبسنس الداخل ما تماش حاجة كبيرة السودان اخذوها الإسلاميين وبقاوا إسلامي السودان معناها وبقوا في 30 سنة يحكموا فيها من 89 إلى 2019 30 سنة وهما يحكموا فيها لما خرجوا من الحكم اشتر السودان اللي هو الجنوب الغني بالنفط والثروات الطبيعية ومنبع نهر النيل والدنيا الكل اللي فيه مشاء استقل سلموا فيه يعني اشتر البلاد 700.000 كم مربع اللي هي أكثر من 4 مرات الجمهورية التونسية وأغنب بألف وخمسمائة مرة من جمهورية التونسية وفيها 80 ملايين عبدك أو الجنوبي للأسف معناها جنوب السودان هذه كهي جنوب السودان اللي هي المنطقة اللي فيها الثروات الحقيقية وفيها أكثر من 80% من نفط السودان هذه الخسارة الثانية الخسارة الثانية لما صار الخلاف بينهما لما صار الخلاف بين الترابي والبشير الترابي خرج من الحكم والبشير سيطر على الحكم بالعسكر وحط الترابي في الحبس الترابي مشاف تعله افتعل القضية منتع دارفور دارفور بلاد كبيرة أكبر من فرنسا وصار تمرد في دارفور لما صار التمرد في دارفور صار تمرد على أساس عرقي لأنهم كلهم مسلمين وعلى فكرة للتاريخ فقط أهالي دارفور دخلوا الإسلام على طريق التوانس من بنزيد واحد صارت خصومة في القبيلة واحد منهم هاجر وتزوج الملكة منتع دارفور تزوج الملكة ودخلها للإسلام وانشر الإسلام في منطقة دارفور ودارفور الحاكم تاحها اللي اسمه كان علي بن دينار اللي مسمي عليه أبيار علي لما تخرج من المدينة المنورة في اتجاه في اتجاه مكة وتعمل الإحرام نقاط أبيار علي هو علي بن دينار اللي هو بناء البقعة ديك اللي هو كان حاكم دارفور الدارفور عمل فيها الترابي وجمعته عملوا فيها تمرد تمرد ضد الحكومة المركزية وفي نفس الوقت امشى الترابي تحالف الله يرحمه على كل حال بفعله امشى تحالف مع قارنك في الجنوب وبدأ المطالبة باستقلال الجنوب يعني قال أنا مع تقارير المصير الاخري الحكومة المركزية حركت بعض القبائل العربية اللي هما كانوا اسمهم الجنجاويد الجنجاويد هو مصطلح مصطلح أصله جن على جوات لأنهم كانوا فرسان هذا حميتتي هذا تحول بعد فترة لما هدأت لأمور شوية تحول الجنجاويد إلى قوات الدعم السريع قوات الدعم السريع لما كانت موجودة في كردوفان وفي وفي دارفور في المناطق المتمردة على الحكومة المركزية بمعنى ميليشيا تقاتل تقاتل المتمردين وتساعد الجيش شنو اللي صار لما صار المظاهرات ضد حكم البشير وقع استدعاء قوات الدعم السريع لتنتشر داخل العاصمة الخرطوم لتحمي النظام لكن اللي صار هما اللي اعتقلوا البشير هما اللي مشاو ونفذوا الانقلاب على البشير ميليشيا بمعنى ميليشيا الآن الآن اللي اللي صار هذا البرهان ماشي مع السيسي والاخر ماشي مع الإمارات واحد يحب يعمل نظام ديكتاتوري مثل السيسي ومثل النظام مثل الدكتاتوريات العربية كلها مثل قيس سعيد والجنرال الغول والجنرال الضيف هذوما الحالمين بالدكتاتورية في تونس ومثل الجنرالات الدول المجارة وخليفة حفتر وانت ماشي العسكر هذا المهبول اللي معناه يحب يدمر البلدان كل والاخر قائد ميليشيا شنو عمل عملت حالف مع فاغنر وسيطر على مناجم الذهب السودان تنتج ما قدره ثلاثة مليار دولار ذهب سنويا كله يمشي للإمارات الذهب كله يمشي للإمارات طبعا ياخذ فيه مقابله ياخذ فيه مقابله فلوس الجيش السوداني أراد أن يذوب القوات الدعم السريع يذوبها داخل الجيش ما صارش اتفاق لأنه صارت مصالح وصارت في الآخرين وإذا به أنا في تقديري سمعت كل التقارير وسلط الناس الجيش هو اللي بدأ بالقصف وهو اللي بدأ بالتصفير طبعا ممكن حمدتي هذا يمكن يمشي للدارفور يعني ممكن يحتمي الدارفور لأنه القبيلة متاعه غاد يعني في السودان الأماكن هذه القبلية ما زالت قوية برش يعني ممكن في القبيلة متاعه يحتمي بالقبيلة متاعه هناك وإما ينفصل للدارفور ولا يعمل حركة تمردة أو حاجة كما من هذا القبيل داخل الخرطوم والأماكن الأخرى أعتقد أنه الجيش أقوى الجيش قوي مقارنة بقوة الدعم السريع لأنه الجيش عنده الدبابات وعنده المدرعات وعنده سلح طيران عنده سلح طيران هذا أهم شيء أنا أستطيع يقصف من الجو هذا ما بين حليف السيسي وما بين حليف الإمارات الحرب هذه التي قاعد تصير للأسف هذا يضعف السودان ككل وفي نهاية الأمر أنا نحكي عن القادة أما الشعب المساكي يعني الجنود اللي مع الدعم السريع أو الجنود في الجيش السوداني هم الناس عادي يعني مواطنين زوولة مثل الزوولة الموجودين في الجيش المصري في الجيش الليبي في الجيش التونسي الكل هم الناس زوولة يعني تاكل في الخبز ماذا ماذا دخل الجيش قال ما أنا باش ننصر الفكرة هذه النصر الناس تتلقى تخدم قادي وجيش وطني والآخري لكن للأسف الرؤوس رؤوس متاح الرؤوس فازدة ما صحش هذا اللي قاعد تدمر في البلدان هذا تقريب اللي صار في السودان الناس كل كانت متوقع يعني مجدش حاجة مجدش حاجة معناها كما تقول فجأة فجئية ليست فجئية الناس كل كانوا منتظرين لأنه يزوز قوة عندهم مسلاح وما تفهموش كيف يحلوا العرقة متاعهم بلا سلحة يعني قبل لما كان الجيش التونسي مستقل تصير مظاهرة ومظاهرة مضادة وتصويت وعرق وضرب ومضروب ولأخير لكن حدوا البرلمان حدوا شوية معناها في مظاهرة ومظاهرة ومضادة ولأخير لكن لما قيس عيد مشال الثكانات ولم الجيش وراه وقتها ما عادش نحاور كأنت تعملي فصل قانوني وتعديه ومعناها وتعمل عليه تصويت أنا تحب نفس الكل نجيب دبابة نسكر بها البرلمان أنا تولي لغة سلاح ولما جي لغة سلاح تنتهي لغة سياسة يعني هي مواصلة للصراع بوسائل أخرى غير الوسائل السلمية السياسية الآن هما دخلوا في هذا وين مش يمشوا هما ماشيين نحو كسر العظم مش يكسروا العظم بعضا وأعتقد أن هناك ضباط داخل الجيش يريدوا ينتهيوا من الموضوع هذا يريدوا أن الدولة يكون عندها جيش موحد فمجز آخر اللي هما مع مصر يحبوا يكونوا أقوى وكل واحد والهدف متاع طرح معناها داخل